السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته السيد طيب حياك الله السيد طيب نهار مبروك هذا فينا تكلمنا معك ونهار مبارك مسعود اللي سهل لنا رضي باش تكلمنا معك يا مرحبا لك لله الله يحفظك ويخليك ويحفظ لك ما عز عليك ويخليك لنا ويخليك لهذا الاداعة مباركة مسعودة عزك الله الشريفة الله يكتر خيرك سيدي ويحفظك وينجيك من كل هو خير والله يوقف معك بارك الوفك للنمارية السيد طيب الله يجازك فيه خير ويكتر خيرك إلا ما دعي معنا ودعيلي مع الوليدات وحد البني ترى هم سل ما عليك بزاف كتقولك دعي معها رعيانة شوية الله يكتر خيرك أسيب يا ربي يا كريم يا ربي الله يكتر خيرك الله يحفظك لنا مريك وجو موعة مبروك هذه فين سهل لنا ربي ودوينا معاك ونهار مبروك عزك الله شكرا لك لنا مريك ودويننا تبع لي كان السبب بس يتكلمنا معك سيد طيب الله يجازك فيه خير أكرمك الله أكرمك الله لله يكبر بك لنا الله يجازك يا خير يا سيدي والله يخلك لنا ويخلك لهاد الإداء من برقاء السيد Hey anni الله يكتر خيرك شكرا لك وإحنا فرحاني بزاف والله لا فرحاني بزاف هذه الساعة وهذا النهار مبارك مسعود اللي يتكلمنا معك عزك الله الشريفة الله ينورك بنور ولا سنعملا الله يكبر بيك الله يكبر بيك ويحفظك ويرعك لذا مريك من نرباط الناس اللي فيهم النية سبحان الله عظيم رأي شوف رأي المغرب دينا رأي الحمد لله عمرهم يخاف وعمرهم يحزن علاش انا عن نفسي كان اعتبر اكبر تروة عندنا في مغربنا العزيز ما هي مشي التروة دي البتخول ولا دي القاز طبيعي لي الله اكتشفو في جت سبو او او اي تروة اخرى عسكرية او تروة كيف ما كان شأنها التروة الكبيرة التي نفتخرها في مغربنا هي النية الصادقة اللي كان في القلوب دي المغاربة وهذا كلام ليس مجاملة ولا تزويق هذا كلام حقيقي لانه اللي ما صافر وجال وعرف بحق الرجال ما يعرف حقيقة الشعب المغربي الابي حتى في الديار المقدسة اللي كان يكون في المخيمات مع عدد من الشعوب شعوب كثيرة حتى تصوروا معي حتى ربما يقولوا بان اعظم شعب في الاخلاق والسلوك هو شعب مسلم واش كونه هو الشعب الماليزي معروف الشعب الماليزي واعظم واحسن شعب في النظام وفي السلوك وفي القيم ولكن هل تعلمون بان الشعب المغربي يفوقه بكثير هذا ليس من باب المفاضلة من باب واما بنعمة ربك فحدد كندكر السنة الماضية كنا في الديار المقدسة تقطع بين الحبل وسط المخيمات وغلقوا المدافذ والأبواب وغادين ساعات طوال تصوروا سبعات ساعات وحنا غادين على الأقدام كلما أردنا أن ندخل من أي باب من الأبواب كيقول لك العساكر روح طوالي روح طوالي سير طوالي بقيدا غادين طوالي طوالي كندخلوا من الألفاق تحت الجبل طويل مسافات والتهوية قليلة ثم كندخلوا من النفاق كندخلوا الشمس لافحة وكندخلوا وسط المخيم متنابل العطش الفلوس عندنا ولكن ما كنتبعش مخيمات كثيرة العالم بأسره الهند وباكستان وماليزيا وإفريقيا وآسيا العالم بأسره شعرنا بالعطش شديد نزدعنا واحد خيمة كان في واحد شخص ماليزي وكان عنده الماء من فضلك يا حاج أعطينا ماء احنا تقرب نشي 12 واحد رجال ونساء ومعانا نساء مسينات وحدها عندك الروسة وكان جروف فيها والعرق والرجلين حفيانين ولابس الإحرام والعرق يتسبب أعطانا قريعة دير المقريعة قلنا لي من فضلك زيدنا أرجوك بتلفل فلوس قلتك لا هذه أمانة أنا حارس على المخيم وحارس على هذه الحجم معي ذهبوا إلى الرجم وأنا حارس ما يمكن أنا مستأمن قلنا لي دي حالة أنت مستأمن طبيعي ولكن دي حالة حارجة سنموتوا بالعطش أرجوك أعطينا ويعود شفق علينا وعطينا القرعة التانية في شربعين قرعة قلنا خودوا هذا قلت له يا أخي أنت مستأمن هذه رادي الماليها أعطينا قشي بارك قال يا خدوها الآن وحينما يأتي أصحابها سوف يدبر الله تعالى أمرا قريبة خدوها حنا فرحنا خلينا منك المكان شربو ويعود شدنا واحد الباكي أخرى في العاصير مبردات خدوا هذه أيضا كلوا واشربوا واستمتعوا قلت له يا أخي هذا ما لدي الناس قالك الله مدبر حكيم سوف يدبر ربنا وفرحنا بيدك سيبق أنك أنت يوم معاه قلت له يا أخي من أي بلادي أنت من سوريا ولا من لبنان ولا من ليبيا ولا من مصر قالك أنا أنا من المغرب أنت مغريبي بحنو والله 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 وتعانقنا الله أكبر وبدأ الزغاريد وقلت سبحان الله العظيم هذا ما شيء هذا حكاية حقيقية واقعية وقلت لي يا أخي وانت مستأمن قالك أرب كبير دا بيجي بالله تعالى وفعلا شربنا ودخلنا ارتاحنا في الخزانة واخذينا الراحة التامة وسترجعنا الأنفاس وكملنا الطريق وصلنا والغد ليه عدتوا لكي أشكره ولي أيضا نشوف أشيقع مع الباقية الباقية من اللي يجي نقول لي وشيقع شي نزام عاكم وغي يقول لك في دا ما دوباكي نقصو لكم قال لي رجاء العشرات دي اللي باكي الله كريم غامشي تنتو ما قال لي وجه الكامي من بعد وزينا وخلينا الخير موجود هذه غير واقعة بسيطة عشناها توحد مهروها لنا عشناها ولكم أن تعيشوا اللحظة دي العطش كأنك نموتوا بالعطش حتى أن الشعر كيتشقق والجل كيتشقق وكلقوا الرحمة في المغاربة فأختنا ماريا هي رواحدة من هؤلاء نحن نجلنا بأن التروة الكبيرة لكنها تززو بها في بلادنا وكلف ساخر بها في حول العالم هي أن المغاربة فيهم المية وفيهم الصدق وفيهم الإيمان وفيهم الجود والكرم أورب كريم سبحانه وتعالى لأن ماريا الله يحفظك بالسبع المثاني والقرآن العظيم الله يقرع عيونك ببنتك ويجعل صالحة مصلحة الله ينبتها حسنة ويسجم سعدها ويعطيها البركة ويعطيها النجاح والفلاح ويجعل كلنا ماريا قريبا إن شاء الله من الحاجات أو المعتمرات فضلا من الضغي وإكرامة آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله